قلتلكم قبل الفاصل أنه كل الأصوات اللي بتحاول تصدر للرأي العام فكرة أنه الأهل ضد المنتخب الوطني والأهل مش واقف مع المنتخب الأولمبي وهم نفسهم اللي قلتلكم عايزين بيرامدز يلعب بإبراهيم عادل وبمحمود صابر إنما هي الفكرة فين؟ فكرة كلها صدقوني في اتجاهين اتجاه محاولة التسهيل لبيرامدز إن أنت تسحب من قوة الأهلي والحاجة التانية أن أنت لقيتها فرصة أن أنت تزايد مع الأهل على الدور الوطن بس دول ودول فاكرين إن كل الناس بيمتلكوا زاكرة السمك ما يعرفوش إنه الناس دلوقتي حتى الجمهور العادي أصبحت أسهل حاجة بالنسباله يعمل سيرش أو بحث عن مواقف الأهل في المنتخبات الوطنية حيلاقي ما يسعد فعلا جمهور الأهل وما يفخر به جمهور النادي الأهل إحنا بنتكلم عن المنتخب الأولمبي منتخب الأولمبي كان معاك كابتن شاوي غريب في أولمبياد توكيو وفيه ماتشاط هتتلعب للمنتخب للنادي الأهل في فترة الدوري مباراة مؤجلة كانت أربع مباراة مهمة جدا كابتن سادعب حفيز وقتها مدير الكرة أنا تكرت بعد كده قال أنا غلطت أن أنا وفقت لهم إن احنا نلعب بدون لعيبة الأهل الأولمبيين على فكرة كانوا واخدين محمد الشناوي حارس مرمى فوق السن مين كان من الآل في المنتخب الأولمبي تمن لعيبة تخيل أن أنت بتلعب أربع ماتشاط رسمية في الدوري بدون تمن لعيبة بقيادة محمد الشناوي كان فيه طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بكهم وصلاح محسن وناصر ماهر بالإضافة لأحمد ياسر ريان وعمار حمدي في الفترة دي الأهل لعب أربع ماتشاط كان تعادلوا بس مع البنك الأهلي واحد واحد هز صدرته جدا وعرضوا لفقدان البطولة حتى وإن كان فاز بصعوبة على الانتاج الحرب 3-2 وعلى أسوان 3-1 وعلى وادي دجلة 2-1 دي أولمبياد توكيو اللي فاتت أنت بيتفرد عليك تلعب منقوص تمن لعيبة وتلعب ماتشاط تقيلة بفترة ممكن نضيف لك حاجة ده في السبعينات بقى في السبعينات يا صدر زبرايم فاضل ماتش الأهلي لو تعادي لأخذ الدوري والزمال والمنتخب بقيادة كابتن فؤاد صدقي رايح يلعب مباريات ودية في الأردن تخيل أن يتلعب الماتش الحاسم في الدوري والأهلي منقوص تسع لعيبة والزمالك ميتاخد منه اتنين لعيبة الماتش بتاع بدر حامد وشمس حامد وفاكر انت الماتش ده والأهلي جاب جن وتلغى وتلع لأهلي منقوص تسع لعيبة اتنين واحد تخيل بتلعب مباراة على بطولة وعشان المتخب يلعب ماتش ودي يحرمك من تسع لعيبة دوليين طيب شفت المنتخب الأولمبي وشفت تضحية الآلي والسبب في انك انت تضيع بطولة دوري طيب انت فاهمت او فاكرت التضحية الكبيرة بقى وعبارة احمد مجاهد ليس كل ما يعرف يقال منتخب مصر يلعب كاس الأمم الافريقية في الكاميرون والأهلي يلعب كاس العالم للأندية ويتصادم الموعدين ويجي كابتن خطيب وقتها فضل مع المهندس هاني أبو ريدا لانه كان الجملة اللي قالها احمد مجاهد ليس كل ما يعرف يقال كان هدفها او سببها انه كان في تنسيق بين المجموعة العربية فيها هاني أبو ريدا وفوز لقجع مع انفنتينو انه حيتأجل كاس الأمم الافريقية بتاع الكاميرون وصاموا الات وقتها تضامن مع متسبي وعملوا تكتل للأفرقى وفرضوا على انفنتينو انه كاس الأمم الافريقية ما يتأجلش كان الترتيبة اللي ماشى تحت السطح هي اللي قال عليها احمد مجاهد ليس كل ما يعرف يقال لانه كان شايف انه هنستنى لغاية لما هتتحل المشكلة يتعارض موعد كاس العالم للأندية وكان يحق للنادي الآل انه يتمسك بلعبته تفاكرين انه المنتخب الوطني كان معاه سبع لعيبة دول سبعة السبعة التقال مع المنتخب الاول في كاس الأمم الافريقية وانت رايح تلعب يبقى كاس العالم للأندية فيتحرم الاهلي من السباعي اكرم توفيق محمد عبد منعم ايمن اشرف حمد فاتحي عمر السلية محمد الشناوي ومحمد شريف في الوقت اللي الاهلي لازم يلعب لعب مع مونتير المكسيكي بدون الدوليين فاز بهدف محمد هاني رجعوا الدوليين رحوا مرجعينهم على مصر مش على مباشرة يطلعوا على كاس العالم عادوا ليلة مباراة بطل البرازيل ما كانش يقدر يخش المباراة لعب الاهلي مع الهلال السعودي على المركز التالت في اقوى تضحية من الاهلي للمنتخب الوطني مين يضحب كاس العالم في مشاركة كبيرة زي دي بها ارقامه فيها المجد كله وكان يحق للمنتخب الوطني لو النادي الاهلي تربس يعني وهو المنتخب ده بياخد لعبت من كل الاندي حتى السيد الفريم ما قدروا لديه ما قدروا لديه بداية ما قدروا لديه طهرة خاصة اه ها عشان يلحقوا قابلها بيوم اي يروحوا يعني منتهى التعاون يعني اه وزي ما المهندس عدلي قلب لحضراتكو وافتكر واقعة الحقيقة لقيت برضو كتير من الزملاء والأصدقاء على كل السوشيال ميديا عمالي عدد الواقعة منهم الزميل محمد غمري الحقيقة ذاكر على الفيسبوك او على تويتر عدد من الوقائع اللي الاهلي كان بيضحي فيها جدا للمنتخب الوطن بل انه الاهلي بيفقد بطولات بقى بيفقد بطولة بسبب هذه التضحيات خد عندك الفين واربعة الاهلي هيلعب مع غزل المحلة في المحلة كاس مصر كان وقتها لعبت الاهلي مطلوبة تروح ايه بقى مش منتخب قلومبو ولا منتخب اول المنتخب العسكري الاهلي يخسر لعبته اللي راحه المنتخب العسكري ويلعب من غيرهم ويفقد لقب كاس مصر بدربات الترجيح عشان اللعبة الاساسية واق الجمعة وعمد النحاس وابو تريكا كانوا مع المنتخب العسكري انتم تخيلين عماد النحاس وواق الجمعة وابو تريكا يضحي بيهم الاهلي راحوا للمنتخب العسكري وخرج الاهلي من كاس مصر السنة اللي قبلها وفي كاس مصر برضو الاتحاد قال لك كاس مصر هيتلعب بدون اللعبة الدوليين وده كلام مش منطقي ومش قانوني على فكرة فيش فريق يلعب بطولة رسمية محروم من لعب عنده لو اشتكى البطولة تبقى ودية على طول الاهلي لعب مشوار البطولة بدون الدوليين خسر نهاية كاس مصر قدام المقاولين فاكرين المباراة الشهيرة اللي اصيب فيها امير عبد الحميد وخرجوا بعد كده شادي ويف جون وخسرنا كاس مصر ساعتا كان بيقود المقاولين الكابتن حسن شحاته لان انت كنت بتلعب بدون الدوليين انتم متخيلين ان انت توصل ان انت تتعرض لموقف بهذا الشكل وانت بتلعب بدون الدوليين وتخسر كاس مصر بدون اللعيب الدوليين 2009 الاهلي كان بيلعب في ملحق الكنفدرالية منتخب مصر كان عنده ماتش ودي مع عمان مع سلطنة عمان المنتخب ساعتها خدم الاهلي مين سيد معود وابوتريكا ووق الجمعة الاهلي يخسر من انجولا بركلات ترجيح ويودع على البطول في عشرين اتنين وعشرين الاهلي قلتلكوا راح يلعب كاس العالم وازاي حصل في الامارات هذا التضارب في 88 الاهلي بيلعب مع الزمالك ماتش حاسم للدوري تحاد الكرة قالك بدون الدوليين عشان بطولة ودية الاهلي غاب عنه مين وقتها شبير ابراهيم حسن حمد صدق علامة يهوب طهر أبو زيد حسام حسن ايمن شوي عشان الزمالك يكسب الدوري وفي 84 نفس الحكاية وبيغيب عن الاهلي الخطيب ومصطفى عبد وطهر أبو زيد ومجد عبدالغاني والزمالك بيكسب الدوري برضو ودول بدون الدوليين وفكرتكم بواقعة حازم امام وفيتوريا وازاي النادي الاهلي يبقى شايف ان الزمالك لعبته بتخرج من المعسكر والمنتخب عشان تروح تلعب مباراة مع بطل شاد في الدور التمهيد لبطولة افريقيا وتحت اشراف الكابتن حازم امام وزاي ما قلتلكم ريف توريا وقتها يقوص في اللي حصل ده بقى انه ده كاريسي وقال لك انا مش اسمح به تاني واضح ان الراجل كان متغمي او اتقال له حاجة تانية خالص عشان يوافع على اللحاص احنا بنقلب في الكلام ده ردا على الناس اللي بتحاول كابتن شوبير يطلع يتكلم الراجل ويندهش على اللي بيتعرض له النادي الاهلي فيتعرض كابتن شوبير لرجم اعلامي غير طبيعي لما انت ومجرد انه وانتو يعني الدور علينا خلي باله فليكن بس احنا في النهاية انا بقول لكم الاصط في المسألة النظام اتحاد الكرة لو بيولي المنتخب الولمبي اهتمام كان الاولى بيه يفض الفترة دي يفض الفترة دي لكن نفس الاصوات اللي طلبت انه المنتخب الاول ياخد اسبوعين قبل الاجندة الدولية في كل مناسبة هما نفسهم دلوقتي اللي بيقولوا الدور امتد ويمتد ليه انت لو فضيت الفترة دي الاسبوعين للمنتخب الولمبي لكان الاهل ولا بيرمزوا لحد هيكلمك وكان دحقك وحق المنتخب بالمناسبة لكن تحط اللي بطولة رسمية تحط اللي متشاط مضغوطة تخليني ألعب كل هذا العدد من المباريات في فترة مضغوطة جدا وعايز الراجل بتاع المنتخب اللي لهم بيناء احسن اتنين لعيبة طب هو ليه قافل على الاتنين دول طب ما انت عندك حسام حسن الراجل واخد اربعين لعب قوام المنتخب الاول ما تنائي منهم انت عايز اتنين او تلاتة فوق السن مصمم على انه هم دول والكل يروج انه لازم الاتنين دول يرمشوا ولو تبعتوا الناس اللي بتتكلم هم تلاتة اتنين بريمش اتنين ما هو خد زيزه وخلص خد زيزه فبقى عايز اتنين فانت بتتكلم باستمرار على انه برامز ما يسيبش ابراهيم عادل شوفوا حل لابراهيم عادل رغم ان ابراهيم عادل زي كوكا منتخب اولمبي لكن زي ما قلتلكوا زي اي حد افرد افرد ما خدش حد من هذا دل اه لعيب في المتخب الاولمبي ويهو مهم يعني ايه يخش المعسكر ويخرج يلعب يعني عايز افهم ما تيجي ازاي يعني ما احنا سردنا كل الوقاعة هي شفتوا عدد اللي اخسرها عشان يلعب بدون الدوليين اللي يدهشها كاستاذ ابراهيم عشان لما بتقول يعني يطلع عيده مجلس ادارة مع استاذ ابراهيم في نادي يطلع يقول انتو بترخاموا بترخاموا على برامد ليه ليه عايزين تاخدوا منه ابراهيم عادل لا اللي دا حكاك اكتر وهو ايه حكاية المنشطات بتاعت رمضان صبح هي دي كمان عايز تسمعوا زي ما اقولك بعد الفاصل هنشوف وقاع حقيقية الناس حطت نفسها مكان برامد لا لشيء الا لانه الدبط على الاهل والتقليل منه بعد الفاصل اشتركوا في القناة